تأثير الفراشة ايه هو تأثير الفراشة؟ ان حركة صغيرة او حركة انت ملكش علاقة به تأثر على حياتك بشكل او باخر فازاي ممكن تأثير الفراشة ده يأثر او تجديد امبابي مع باريسان جرمان يأثر على محمد صلاح مع ليفربول كلنا عارفين طبعا ازمة تجديد تعاقد صلاح مع ليفربول كلنا متابعين القصة عارفين ان محمد صلاح مش من اول حتى عشرة او اكثر اللاعبين تقاضيا للرواتب في الدورة الانجليزية يعني تخيل محمد صلاح اللي هو واحد من افضل مش هقولك حتى افضل لعب واحد من افضل اللاعبين في الدورة الانجليزية على مدار الخمس مواسم الاخيرة القريب ان شاء الله من انه هو يبقى هداف الدوري لموسم ثالث في مسيرته مع ليفربول كل ده والراجل مش من ضمن اول عشرة بياخدوا فلوس او اول عشرة اللاعبين او اكثر عشرة اللاعبين تقاضيا للرواتب في الدورة الانجليزية فطبعا فترة اللي فاتت شادت خلافات ما بين ادارة ليفربول وما بين رامي عباس وكيل صلاح الراجل طالب رقم هو شايف ان هو مناسب لارقامه وللحاجات اللي هو بيقدمها مع ليفربول وللانجازات اللي بيقدمها مع ليفربول وليفربول بيرد بانه هو عنده سقف للرواتب فطبعا كل ده التجديد مؤجل ولسه مش واضح الدنيا فيها ايه طيب في المقابل بقى ريال مادريد بعد مخسر مبابي مين اول اسم تفتكره ممكن يفكر فيه يعني مين اللاعب اللي ممكن ريال مادريد يجيبه ويلعب في الحتة اليمين دي لان انا هقول لكم شوية ارقام كده اكيد طبعا الاسم ده المفترض المفترض يبقى اللاعب اللي لسه قال له انشلوتي نفسه في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ريال بيتيس قال ان عنده حق وهو فعلا افضل لاعب في العالم في مركزه محمد صلاح منطقة جدا محمد صلاح قال انا افضل لاعب في العالم في مركزه فرح انشلوتي رح قال فعلا الراجل ده عنده حق طيب يبقى ريال مادريد ده الوقت لما يكون عنده ازمة في الونج اليمين وكان ممكن كليان يم بابي يحلها بان وجود كان يينقل فينيسيوس ناحية اليمين وكليان يم بابي يلعب في الحتة بتاعته ناحية الشمال وكريم بنزيما موجود كمهاجم طيب دلوقتي فينيسيوس سيفضل زى ما هو ريال مهاجم ومن سيلعب ناحية اليمين اسينسيو ام رودريجو طبعا يعني عندما تكم عن الفو-فايل لريال مادريد أرقام لريال مدريد شخصية لريال مدريد فأول اسم هتروح له هو محمد صلاح فمحمد صلاح دلوقتي هيبقى أقوى في مفاوضاته مع ليفربول ليه؟ لأنه دلوقتي مطلوب هو قبل كده يعني إحنا لما نتكلم عن اسم محمد صلاح فمن شهر فات كان اسم محمد صلاح بيتردد في برشلونة وإن ممكن يبقى هو الاسم اللي يروح له برشلونة لأن برشلونة عايز برضو وينج يمين بيسجل أهداف كتيرة عايز لعب في خط الهجومة عنده كواليتي عنده شخصية فمين الاسم ده هو محمد صلاح لكن دلوقتي الوضع اختلف مبابي مش رايح ريال مدريد سنسيو هيخرج رودريجو لسه صغير في السن فمين الاسم اللي ممكن يعتمد عليه ريال مدريد في الحتة اليمين دي أو ممكن يفكر فيه هو محمد صلاح فهل الفترة الجاية أو بعد دوري أبطال أوروبا وبرضه بعد نتيجة نهاية دوري أبطال أوروبا وبعد أداء محمد صلاح في النهائي هل ريال مدريد يفكر في محمد صلاح ويبتدي فعلا يكلم رامي عباس جايز ده حيقوي من موقف محمد صلاح في مفاوضاته مع ليفربول ممكن في النهاية الموضوع ينتهي بإن محمد صلاح يروح ريال مدريد ممكن الموضوع ينتهي إن محمد صلاح يجادد مع ليفربول بس برقم أفضل من اللي كان عرضه ليفربول كلها حاجات مطروحة